هذا وتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة لتقوية وتدعيم القوات المسلحة لمجابهة التحديات ومنذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبدالفتح السيسي المسئولية أخذ على عاطقه تحقيق طفرة نوعية في التسليح والتدريب تحية طيبة تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة لتقوية وتدعيم القوات المسلحة في مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتلية ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات ذلك كي تكون قادرة على مجابهة التحديات على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية فمنذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبدالفتح السيسي المسئولية أخذ على عاطقه تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا والتصنيع للقوات المسلحة المصرية اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليحة العالمية وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم معرض الأسلحة الدفاعية إديكس لأول مرة في تاريخ مصر عملت مصر على تنويع مصادر التسليح وشهدت السنوات الأخيرة تحولا كبيرا وملحوظا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للقوات المسلحة ذلك عبر توقيع وإبرام لعدد من الاتفاقات في مجال التسليح لدعم كافة الأفرع الرئيسية دشنت مصر أيضا عددا من القواعد العسكرية بهدف حماية وتأمين الجباهات الاستراتيجية المصرية فقد افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2017 قاعدة محمد نجيب العسكرية يناير 2020 تم افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يوليو 2021 تم افتتاح قاعدة الثالث من يوليو البحرية ذلك بجرجوب على ساحل المتوسط هذا وجرى تطوير لعدد من القواعد الجوية مثل قاعدة مطروح الجوية والقسم العسكرية في مطار برج العرب وقاعدتي شرق وغرب القاهرة الجوية وقاعدة القطامية الجوية ومطار شرق العوينات ومطار العريش الدولي ومطار برنيس حصلت القوات المسلحة المصرية على المقاتلات الفرنسية متعددة المهام رافل والمقاتلات الروسية متعددة المهام ميج 29 ام 2 ذلك لتعمل جنبا إلى جنب المقاتلات الأمريكية F-16 شهدت القوات البحرية تطور هائلا بانضمام عدد من القطع البحرية يأتي في مقدمتها سفن الإنزال البحري من فئة مسترالة والفرقاتات الفرنسية من طراز فريم تحيا مصر والغواصات الألمانية من الفئة 209 والفرقاتات الألمانية من الفئة ميكو ألفين فضلا عن العمل على توطين الصناعات البحرية والتي كان أبرزها الفرقات الجبار التي تعد أول فرقاتة بحرية مصرية جملة من الدوافع والأهداف الواضحة التي جعلت القيادة السياسية تنتهج نهجا قائما على التحديث المستمر والمتواصل لمنظومتها العسكرية ورفع الكفاءة القتلية لعناصر الجيش المصرية من أهمها الحفاظ على الأمن القومي نظرا لتنامي التهديدات وارتفاع منصوب المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية